بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس والسبعون بعد المئة الثانية الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم عن دلالات الألفاظ ويتكلم الآن عن لفظ الصلاح والفساد فيقول ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى في قصة موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون والضمير عائد على المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدي عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصي وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر ووجتناب النواهي والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبو العالية ومقاتل العمل بالمعاصي وهذا أيضا عام كالأولين وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكار ما أقروا به أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول وفسر بأن الذي نفعله هو صلاح ونقصد به الصلاح وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق فإنهم يقولون هذا وهذا يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم لكن الثاني يتناول الأول فإن من جملة أفعالهم فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون وهم يرون هذا صلاحا قال مجاهد أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد وعن السد إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد وقيل أرادوا أنها لصلاح في الدنيا فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بمتابعته وإن كانت للكفار فقد آمنوا بمصافاتهم ولأجل القولين قيل في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أي لا يشعرون أن ما فعلوا فساد لا صلاح وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقد يقرن أحدهما أي الفساد والصلاح بما هو أخص منه في قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقتل النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق في القتل لولي المقتول وفي الردة والمحاربة والزناء الحق فيها لعموم الناس ولهذا يقال هو حق الله ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأول لأن فساده عام قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قيل سبب نزولها العرانيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا وقيل المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقض العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين وجهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين والآية تتناول ذلك كله ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال في القذف إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غافر الرحيم وقال في السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وقال وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذة أن يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغا وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة